لديهم أيضا يبدو آراء في الزعماء العالم. هذه البرقيات السرية الأمريكية التي نشرها موقع ويكيليكس كشفت عن أن لدى موظفي وزارة الخارجية الأمريكية آراء في العديد من زعماء العالم. هو أمر قد يسبب تداعيات على علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها. الدبلوماسيون الأمريكيون وصفوا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها تخشى المجازفة. ونادرا ما تظهر مخيلة واسعة. أما الرئيس الروسي دمتري مدفيدف فيره ديبلوماسيون الأمريكيون لأنه ضعيف ومتردد فيما يرون في رئيس الوزراء فلاديمير كوتين بأنه الرجل الأول فعليا في روسيا. كما أن قادة آخرين نالوا حصته من هذه الوثائق ديبلوماسية. إذ ورد في إحدها أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نزق وسلطوي. كما قالوا عن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي في هذه الوثائق. اقتلته أيضا هذه التسريبات وتصفه إحداها بالضعيف والمصاب بالرهاب. أما الرئيس اليمني علي عبدالله صالح فوصفه ديبلوماسي أمريكي بأنه لا يتمتع بصبر. سيد ديفيد نيوتون برأيك هذه الوثائق التي سربت بكميات كبيرة جدا. من المستفيد من تسريبها في هذا الوقت بالتحديد؟ رأينا دول كثيرة إما التزمت الصمت أو أعربت عن أنها مرتاحة لتسريب هذه الوثائق. لأنها تؤكد على مواقفها كإسرائيل مثلا. دول أخرى كإيران قالت أن هذه الوثائق ليست لها أي أهمية. من المستفيد في النهاية من تسريب هكذا معلومات والتركيز على موضوع إيران في هذه الوثائق؟ المستفيدون من هذه المعلومات هم زعماء الدول الذين يودون إحراج الولايات المتحدة أو الدول التي يتحدث إليها ديبلوماسي الولايات المتحدة. ولكن هذه الوثائق فيها اقتباسات مثيرة للغاية. ولكنها أخذت خارج سياقها. لقد قرأت وثائق كانت مملة للأخرى. ولكن مع وجود مئات الآلاف أو ملايين الوثائق. بالإمكان دائماً اختيار الاقتباسات الدرامية المثيرة. ولكن معظم هذه الوثائق تعكس محادثات عادية. ويجب أن نكون قدرين على الحديث بصراحة إلى الآخرين. ويجب أن يتمكن الآخرون من الإعراب عن آراء صريحة عن الولايات المتحدة. وهذا يصب في مصلحة أولئك الذين لا يودون رؤية عالم مسالم. نعم. ابقوا معي ديوفي الكرام. هذه الوثائق ويكيليكس. أظهرت موقف الدول العربية من الملف النووي الإيراني. وتشجيع بعضها على توجيه ضربة عسكرية لإيران. وبينما التزمت دول الخليج الحليفة لواشنطن الصمت بعد هذه التسريبات. إلا أن الخوف من أزمة ثقة بين الخليجيين والأمريكيين. احتمال وارد الحدوث. وبحسب البرقيات التي نشرتها ويكيليكس. حثت دول عربية الولايات المتحدة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية. منها السعودية والبحرين. إذ تقول الوثائق المسربة أن الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز. طالب الأمريكيين مرارا بوضع حد للبرنامج النووي الإيراني. لأن طهران لا يمكن الوثوق بها. كما طلبهم بقطع رأس الأفعوة به إيران. ولم يبتعد موقف الملك البحريني حمد بن عيسى الخليفة عن هذا السياق. إذ اعتبر خلال استقباله الجنرال ليفيد بيتريوس. أن خطر استمرار البرنامج النووي الإيراني. يفوق خطر وقفه. أما ولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان. فحث واشنطن على التركيز على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. أكثر من تركيزها على الحرب التنظيم القاعدة. لأن التنظيم لا يسعى إلى امتلاك هكذا سلاح. أما إيران فلا يفصلها عنه سوى شيء قليل من الوقت. بينما كان رأي رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسب. أن الساسة الإيرانيين أذكياء ومراوغون. ولا يتورعون عن تغيير قواعد اللعبة متى يشاءون. وبالتالي نحن نكذب على الإيرانيين. وهم يكذبون علينا هذا ما نقل عنه حرفيا. أما في القاهرة فنقل ديبلوماسي أمريكي عن الرئيس المصري حسني مبارك. أنه يكون كرها شديدا لإيران. لأنها تسير المتاعب في المنطقة. أمير موسوي. هذه التعليقات التي وردت من زعماء العالم. هل كانت إيران تعرف بها؟ ربما تتوقعها؟ أو أنها لا تتم بها؟ أولا هذه التقارير أنها تكون بالملايين أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف. لا يستطيع أحد أن يدقق فيها. وطبعا الإدارة الأمريكية تحاول أن تتملص من هذه المسؤولية. وأعتقد أنها هي حرب داخلية بين الجمهورين والديمقراطين. أكثر من أن تكون تهم المنطقة وقياداتها. لكن هذه المرحلة الثالثة من كشف مثل هذه التقارير. لاحظنا أن عندما تقرب السيد كارزاي إلى إيران سربت تقارير أفغانستان وأسرار أفغانستان. وعندما لاحى إلى الأفق أن السيد مالكي سيبقى رئيسا للوزراء. وسينتخب بالإجماع. لاحظنا أن تسريب الوثائق حول العراق قد تم لإضعاف السيد المالكي. وحتى تشعل نار الفتنة الطائفية في العراق للحيلولة دون وصول السيد المالكي إلى رئاسة الوزراء. هذه المرة نلاحظ أن هذه التسريبات تأتي في وقت. هناك تناغم مهم وتلاقي استراتيجي بين طهران والرياض. وهناك ارتباطات قد تمت واتصالات قد تمت بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس الإيراني أحمد نجاد. هذا يغضب الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية. لا يريدون أي تفاهم في المنطقة. لا يريدون أي تنسيق وتناغم. يريدون فتن. يريدون حروب وعدم ثقة في المنطقة. حتى يستطيعوا أن يسيطروا على مصادرها وثرواتها. فلذا أعتقد أن هذه الوثائق لن تؤثر أبدا على الموقف الإيراني. بل ستزيده عزما للاتجاه نحو التفاهم مع المملكة العربية السعودية. وكذلك الدول الشقيقة في المنطقة. ولن تؤثر أبدا على السياسة الإيرانية. هناك ربما بعض الاختلافات موجودة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض الدول العربية. لكن هذا لا يفسد في الورد بقضية. هناك قضايا أهم وأكبر. القضية الفلسطينية. ووجود الكيان الصهيوني هي أكبر مشكلة في المنطقة. فلذا إيران لن تهتم بهذه التسريبات. وتعتبرها أنها ربما حرب من قبل الجمهوريين ضد السيد أوباما. لعدم إنجاح سياساته التغييرية. وعدم تحققها ربما. لأنه سيثير البلابل في سياساته الخارجية. سيد عبد العزيز بن سقر. في رأيك فعلا هذه التسريبات لن تفسد في الوضع قضية. بين سعودية أو دول الخليج بشكل عام. وإيران أم أن هناك عاصفة مرت. ويجب لم لم تأثار هذه العاصفة. سواء كانت المصلحة الآنية تقتضي التقارب مع إيران أم لا. إيران دولة جارة ومسلمة لدول الخليج العربي. ولها علاقة متميزة معها. هناك نقاط نلتقي. وهناك نقاط نختلف معهم. هذه الاختلافات مهمة جدا. يكون التباحث والتفاهم فيها. موقف دول الخليج واضح فيما تعلق بالبرنامج النووي. أنه إذا كان الأغراض السلمية فلا يوجد موقف ضدها. هذا الشيء. بل بالعكس هي أيدة بعض الدول الخليجية. بدأت نفسها تطور استخدام الطاقة الذرية في توليد الطاقة الكهربائية. هناك موقف حول بعض التدخلات الإيرانية في بعض الشؤون العربية. إيران لها وجهة نظر. والدول الخليج لها وجهة نظر في هذا الموضوع. بالتحديد في إيران وفي لبنان وفي فلسطين. نفهم المصلحة الإيرانية ودوافعها. ونفهم أيضاً المصلحة الدول الخليج ودوافعها في هذا الجانب. بمعنى أن التباين فيما يتعلق في الأجندة السياسية. يمكن حل فيما بين الطرفين. ما ترفض دول منطقة الخليج. هو إشعال فتنة مرة أخرى. وإيجاد حرب جديدة في المنطقة يكلفها الكثير. وهي لا تريد ذلك. الروفات أو التصريحات الإيرانية منطلقها الحرص على وجود السلام في المنطقة. وعدم إشعال فتنة من قبل أي مسؤول. حتى وإن كان لا يقصد في بعض التصريحات. مثل التصريحات التي أطلقت حول مملكة البحرين. أو أيضاً حول إغلاق مضيق هرمز. أو بعض التهديدات التي أطلقتها على دولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن سيد بن سقر. هذه قضايا كلها بالإمكان. أفهم بوجهة النظر. ولكن هل تستطيع غض النظر هنا عن تقاطع تصريحات المسؤولين الخليجيين في هذه الوثائق المسربة. التي تشي بأنهم كانوا جميعاً يدفعون باتجاه توجيه ضربة عسكرية لإيران. كما لا يمكننا هنا أن ننسى أيضاً تصريحات وزير الخارجية السعودي في وقت سابق حول ضرورة مواجهة التهديد الإيراني في المنطقة هذه. تصريحات معلنة وليست سرية. ألا ترى أن وجهة النظر التي تقدمها هنا سيد بن سقر. ربما هي تصالحية أكثر مما هي الأمور في الواقع. أنا قناعة أن الدول الخليج كانت واضحة من اليوم الأول فيما يتعلق بقضيتين مواضحة. هي واضحة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإسرائيلي العسكري. مثل ما هي واضحة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني إذا طور الاستخدام العسكري. هي هذا خط أحمر لا يمكن المساومة عليه. إيران حاولت أن تؤكد أن هذا البرنامج هو الاستخدامات السلمية. نحن نقبل هذه التصريحات في ظاهرها. ولكن نريد تطمينات وتأكيدات. هذا ما نطالب من الجانب الإيراني أن يؤكد على هذا الجانب بخطوات عملية. وليست فقط بتصريحات. النقطة الأخرى الثانية أن التدخل الإيراني مرفوض في بعض الدول العربية. من ناحية تدخل باشر في الشأن العربي. لأن هذا شأن عربي يجب أن يحل من داخل البيت العربي. والبيت العربي قادر على حل هذا. نتفق معهم في أن العدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المغتصبة يجب أن يزال. والحقوق الفلسطينية يجب أن تعاد. لأن هذه قضية تهم العالم الإسلامي بأجمع وليس فقط العالم العربي. إنما هنا لما تتكلم عن تصريحات خليجية. قلت من الذي ترجم الخطاب؟ ما هي المعلومات التي قدمها الجانب الأمريكي حتى يكون الرد بهذا الشكل من قبل الجانب الخليجي؟ نحن نتذكر في الأيام الحرب العراقية لغزو الكويت المعلومات. هو الجانب الأمريكي الذي قدمها عن القوات العراقية. وأوجد معلومات كبيرة تؤكد أن القوات العراقية متقدمة. وبدأت تدخل إلى حدود دولة الكويت. الأمر الذي جعل هناك قرار بالسماح بوجودها القوات. فهو ما هي المعلومة التي تقدم حتى يكون عليها رد؟ وما هو نوع الرد؟ بالمقابل قلت لك أنني لا أستبعد أن تطلع بعض الدول العربية الخليجية بنصوص مغايرة لجلسات إذا كانت سجلت محاضر هذه الاجتماعات. شكرا لك سيد عبد العزيز بن سقر من جد. أبقى معكم ضيفي أمير موسوي والسفير ديفيد نيوتن. سيد نيوتن برأيك الولايات المتحدة الأمريكية اليوم. كيف ستلملم ذيول هذه التسريبات وهذه الفضيحة التي أثرتها هذه التسريبات؟ برأيك هل مجرد أنها تدخل تحصينات على النظام المتحدة؟